موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخيروا على خير وصحة جيدة عشرككم بركاته اتخلوا عليكم الصحة والسلامة وطول العمر باش مكتمنى وإن شاء الله كما لحتوا في العنوان يمع اشترك معكم لأول مرة وحصريا على اليوتيوب العالمي وعلى قناتي وصفة قديمة جدا وصفة عريقة تقليدية من مدينة تطوان وهي القطايف التطوانيين لحقهم وطريقهم معالكين مقرمشين كيدوبوا في الفم نتمنى إن شاء الله يدعجكم هذا الفيديو لا تنسوا مشترك في القناة والبرتج مع أحباب والأصدقاء باش كتعم الفائدة لأنه فعلا يستحق المشاهدة صنعت لكم هذا الفيديو صنعت لكم هذه الوصفة بكل حب واحترام وتقدير من القلب سهرت لي كامل منك نجدة معاكم لأن فرحت بزيف سنقدم لكم حاجة عريقة ولها تاريخ قديم قبل ما نبدو في المقادير سوف نشارك معاكم قناة واحد أخت اللي اسمها حلويات ومملاحات هاجة دولسيا سالادوس هاجة قناة فعلا تستحق المتابعة تستحق الترجيع والدعم لأنها وصفات في منتهى روعة جدا رائعة ولديدة نتمنى منكم تجعوها وتزروا القناة ديالا ونخلكم رابط القناة ديالا وهو حلويات ومملاحات هاجة هي متتبعة ديالي في استغرام ويستحق الدعم والتجع شكرا لكم وسبقا بالنسبة للمقادير القطائب ان شاء الله نحتاجنا كل من الورقة هذه الورقة عادية للبسطيلة ولكن نحن في تطوان نورمال مينتيك لدينا الورقة الشعرة لا شيء مستحيل شكرا الورقة سوف ندخل الورقة ندخل الورقة ونطلعها لا تقلع الورقة ونطلعها لدينا الورقة نطلعها بشكل رقيقة نجاح الوصفة لا تحتاج الورقة خضرة لا تحتاج الورقة خضرة اعطيها قليلا وقت وقت دخلوا الفران و تقلبوا و تقلبوا و تتحملوا معكم جيدا نجد الورقة تتحمل و نجدوا اللوز نسبة للوز هنا 500 جرام من اللوز نصف كيلو مصق و محمر قليلا في الصغير و لا تحمر فران و تحمر و تتحمل بودرة تسوى يتم تهرمش معنا فقط لذلك لا تحمر مفجر تحمر و تصوى يجب المقدمة يجب ان تحمر في الصغير و يجب ان يتحملوا نحتاج نصف كأس من الماء الزهر الماء الزهر يجب أن نجد اللوز ناشف لن يكون نصف كأس من الماء الزهر يمكن أن نستعمل أقل أو أكثر حسب النوع من اللوز نحصل على القوام نجد اللوز على جنب ونجبر ورقة من الفران كما تشوفها هي مقرمشة كما قد أعطيها شوية الخطر و تقلبوا فيها و تحركوا فيها حتى تحصلوا على الورقة كاملة تكون مقرمشة و محمرة و مقرملة سوف نشبر الورقة التي ستطحنها ولكنها لا ستطحنها هل ستطحن البودغ أو الطحين لا ستبقى حتى هي بدورة مهرمشة معنا و أنا أعلم لكم القوام لها كما قد أعطيكم أخواتي والله العادم أقسم بلاد وصفة هذه تستحقوا المتابعة تستحقوا النشط تستحقوا مليون مشاهدة لأنها وصفة جبت لكم من قاعد تاريخ التطواني وصفة عريقة قديمة جدا طلبتها مني العديد من المرات و ما كان شي كتاب نوجد لكم ولكن حان الوقت كما اشتوا معي كانت حالة الورقة و كانت عملها مباشرة فوحة طنجرة و لفوحة الكسرونة كبيرة لأنها هي اللي غن نعملها فوق النار مهم هذا الورقة و ما حصلت عليها إذا أغسل الورقة تبقى لكم لا تحتقوها و لا تتحنوها حتى تصل الغابرة مهم كيلو من الورقة سأحتاج أخواتي كيلو من العسل و ضروري تكون العسل من نوعية جيدة لا تريد العسل من السكر الذي تستعمله في البيت كي نعملها في شباكية لا من الأحسن شراء العسل مزيانة لأن العسل هذه دائما كشريها أنا من قوة و كشريها من واحد الأخت تجيب لنا بسطر الأورو 50 سنتيم فبالنسبة للناس اللي عايشين خلوها ما عليكم تخليوها لي في صندوق الوص و نخليكم الرقم اللي بغي يشري من عندنا مرحبا بكم لأن الصراحة أحصل غزالة و يمزيونها في حل دن حال و كترعى الأعشاب مهم النار ستكون أخواتي متوسطة مجاهدة نار متوسطة كمقوا نحركوا و نحركوا ما كنت توقفوا و ستكون لم يقوم القناة و كنت نحركوا حتى العسل تطلق راسا و يخفاف و لا تخليونا خصوة يجب عليها و يجب عليها مجرد أن تغليغالية و يجب عليها و يجب عليها هنا صنعات هو الغلوطة و الصمك السعمة تقوير 24-30 سنتيم و نريد أن تكون ثلاثة و أيضا يبقى الاختيار للكم كان بعض الناس لا يريدون القطائف عالية يقدرون خصوم يعملون مرقاقين تعملون السينية فيها 30 أو 40 سنتين انا عملت هناك طبقة الاولى هي خالط الورقة والعسل بها الطريقة هذه ضروري الخالط يجب أن يكون دافي لكي يسهل معنا نسر الحواه أو نطلقه فوق ورق الزبدة وبالنسبة لورق الزبدة اخواتي ضروري تعملوا لكي لا تنسق معنا تلك الورقة والعسل في القاعد الثانية لان بعد ما كانت شراب سننهزوها ونقطعها ممكن لا تلاحظوا معايا في الفيديو وهي طبقة اللوز اللي مخلط مع القرفة وماء الزر اذا لاحظتم هنا مرة السكر لان ما شاء الله الوصفة كاملة فيها العسل وغزالة حول ما امكن تضغطوا على تلك الورقة لان يتساقنا في العسل ونقصد ونقصد طبقة الثانية هي خليط الورقة والعسل ونقصد الوصفة مهم كنحاول نزعم خليط تدخلت عليكم في الفيديو طول وعرض لانني فرحانة طول الليل وانا صهران اكلم لكم الوصفة لان الصراحة تستحق المشاهدة ونشروا كل شيء فعلا لانها واحد الحاجة من طراتنا القديم العارق واحد الحاجة من جديد ونقصد الوصفة ونقصد الوصفة نقصد الوصفة ونقصد الوصفة ونقصد الوصفة ونقصد الوصفة خليط ليلة كاملة ونقصد ليلة كاملة ونقصد الوصفة يدخل القديم القطع بالنسبة للتقطيع القديم ونقصد مربعات ونقصد الوصفة ولكن اخواتي قطعها معينات ومثلاتات كيف يبقى الاختيار للكم انا خليق الوصفة كما هي وصلت لكم من كل اعماق القلب قل اكرم بركة عليك بركة مهم كيف قطع هذا مربعات حول ما امكن تقطعه مزيان وحول ما امكن تعمل السكين من تحت لان ديك العسير كي لسقف الورقة وهذا هو السمك دياله و القوام دياله مباشرة كن عامل في الكوغتات كنعاود نقول للمخصوشي جيلكم عالية ولا غلطت قدرت عامل السينية كبيرة بشكتشي ارقيقة كنحاول نقطع مربعات بنفس القياس و كنحاول نطلع القطايف ديالي بواحد السكين من تحت لانا كالسقف ورق الزبدة وهذا هو القوام دياله مستخدشي باقي كنصور معكم و كنوري لكم القوام من الداخل كيف يجي ده نطلق مع طبق التقديم ما شاء الله عطيتها حق في التصوير لانا استرحى القطايف هادو كيستحق المتابرة و الاشتهاد و الاشتراك وشي حاجة اللي تعاب عليها فنين جاو كي حمقو زي انتم كما كتلاحضوا بالورد البلديع مثلهم بالطابع مغربي تقليدي بهذا الحسيكة هادو ديالنحاس و ديالمرشة ديالزهار فكنتمنى ان شاء الله كما وصلت لكم انا بالفرحة و بالحب كنتمنى توصلوها حتى انتم الحباب والاصديقاء وتبرتجوا القناة دياللي مع الناس كاملين باستعمل الفائدة و باستكبر قناتنا ان شاء الله توصن 200 كاف هادو رمضان المبارك مهم شان قولكم بيدوم وجاملة يشاهد ان هادو القطايف انهم يجوا في فنين رائعين يدوبوا و اخذي بي قريس في جاوك قالوا اوو يا اختي هذا شو عار و عار يحمق كيدوبوا في الطقوم و مقرمشين هم مهم يجب ان تكونوا تاكلوهم لا تشعروا انهم يجب ان تاكلوهم في حالة تاكلو غيل لوز لا تشعروا بأنهم تاكلو الورقة مقرمشة و معلكة و مع العسل في حالة تسمعو العدلين من اللوز فهذا ما القطايف الجزائرين و الخالجيين يكونوا على شكل بغرير مع مرين باللاوز والقرقاح ولكن هؤلاء ملق طايف التطوانيين الشماليين اللي كي يجو روعة 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 كتوفوا القوام ديالهم من الداخل ما شاء الله في النين فكنتمنى إن شاء الله تعطيوا قيمة هاد الفيديو كنتمنى يوصل لعدد كبير من المشاهدات وصلوا وغنمياتك باركة علينا برطة جوا مع الحباب والأصدقاء باش كتعم الفائدة وانتظروني مع وصابات أخرى مع السلات رمضانية تقليدية بإذن الله السلام عليكم